موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبات وطالبات الصف الثالث الاعدادي النهاردة هنتكلم عن تاني دروس فرع الجغرافية عندنا هيتكلم عن تدريس العالم استكمالا طبعا للواحدة الاولى الدرس التاني هيتكلم عن تدريس العالم زي ما احنا متعودين مع بعض بنبدأ درسنا بالمراجعة الجزئية اول سؤال بيقولي اكتب ما تشير اليه العبارة الدول التي تتكون من جزيرة او اكثر او قد تكون جزئا من جزيرة طبعا سمع حد شاطر بيقولي فعلا هي الدول الجزرية رقم 2 في اكتب ما تشير اليه العبارة العبارة بتقولي اصغر كرات العالم وتتكون من عدة جزر وتحيط بها المياه من جميع الجهات طبعا انا اقدر اجيب على السؤال دوت من اول ثلاث كلمات وهي اصغر كارات العالم بالطبع ومن غير اي تفكير هي كارة استراليا ومن ديك معك اذا معلوم انها تتكون من عدة جزر وتحيط بها المياه من جميع الجهات ما النتائج المترتبة على قصر التعريج السواحل والجزر في كارة اوروبا فعلا سمع حد بيقولي ادى الى سهولة انشاء الموانئ الطبيعية والاتصال بالعالم الخارج نهاردة ان شاء الله اولاد هنتكلم على تدريس العالم ده الدرس او العنوان بتاع الدرس بتاعنا طبعا ربنا سبحانه وتعالى اولاد ليه حكمة ان هو يخلق العالم باشكال متنوعة ومتعددة من التدريس التدريس ديت لها اشكال كتيرة فمثلا منها زي ما احنا شايفين كده في الفيديوهات اللي قدامنا زي الجبال وكمان الهضاب ده بالاضافة الى السهول طبعا غير المياه في البحار والمحيطات دي شكل التدريس اللي موجودة في سطح الكرة الارضية طيب وزي ما اتفقت معاكم ان اقسام التدريس الرئيسية عبارة عن جبال وهضاب بالاضافة الى السهول بانواحها وهنعرف ايه هي انواح السهول لما نبدأ نتكلم على تدريس كل قرة على حدة هنبدأ اولاد مع بعض الدرس بتاعنا بتدريس قرة اسيا هنتكلم طبعا زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت على كل قرة بالموقع الفلك والموقع الجغرافي هنا بقى هتكلم على كل قرة بالاشكال التدريسية اللي فيها سواء بقى كانت جبال او هضاب او سهول طيب اول حاجة هنتكلم عليها فقرة اسيا عندي الجبال بيقول لي تظهر السلاسل الجبلية الضخمة ومن اكبرها السلاسل التي تقع في غرب القرة هلاقي عندي جبال توروس ودي جبال موجودة في تركيا زي ما احنا شايفين كده قدامنا على الخريطة وعندي كمان جبال زجرس برضو زي ما احنا شايفين قدامنا اللي السهم عليها كده على الخريطة هيت اللي دي بتقع في العراق وايض يبقى انا كده عندي السلاسل الجبلية اللي موجودة غرب القرى اللي هو السهم الاسود اللي قدامي ده جبال توروس والسهم الابيض اللي قدامي ده جبال زاجروس طيب الجبال اللي موجودة عندي في وسط القرى قالي دي سلاسل او سلسلة جبال الهيمالاية اللي عليها السهم الابيض ديت وبيقول لي فيها اعلى قمة اللي هي قمة افرست ودي اعلى جبال العالم ارتفاعها بيبلغ اكتر من 8888 متر ودي اعلى قمة جبلية في العالم وعندي في الشرق زي ما أنا شايف كده عند السهم بلاقي عندي جبال اليابان ده بالنسبة لجبال قرية أسيا وعرفنا زي كده مقسمنا والميس قالت مقسمها لجبال شرق القرية وغرب القرية ووسط القرية في الغرب تأكيدا تروس وزاجرس في الوسط جبال الهيمالاية والتي تضم أكبر وأعلى قمة جبلية في العالم وهي قمة الهيمالاية أو قمة إفرست كمان شرق القرية عندي جبال اليابان نلتقل لمصدر آخر تدريسي في قرية أسيا ألا وهو الهضب برضو من خلال خريطة قرية أسيا هنلاقي أن في وسط القرية هضبة كبيرة جدا اسمها هضبة التبت زي ما احنا شايفينها كده زي ما السهم نشاور عليها دي اسمها هضبة التبت دي تعتبر أعلى هضب العالم وتعرف جغرافيا باسم سقف العالم بسمينها العلماء سقف العالم بسبب ارتفاحها عن قمم الجبال الرغم أن هي هضبة فسموها هضبة التبت دي اللي هي سقف العالم كمان أولاد في جنوب القرية عندي هضبة السهم شاور عليها اسمها هضبة الدكن دي موجودة في وسط الهند استكمالا للهضب عندي هضبة في جنوب غرب وهي هضبة شبه الجزيرة العربية يبقى أنا أولاد عندي ثلاث هضب مهمين جدا في قرية اسيا هضبة التبت في الوسط هضبة الدكن في الجنوب وفي الجنوب الغربي عندي هضبة شبه الجزيرة العربية لازم تعرف كل مظهر تدريسي ومكانه فين على الخريطة عشان لما يجي لك سؤال الخريطة في الامتحان ننتقل بعد كده للمظهر التدريسي الآخر في قرية اسيا ألا وهو السهول طبعا السهول عندي بتنقسم إلى نوعين سهول ساحلية وسهول فيضية وبعد كده هيخد برضو نوع ثالث اللي هي السهول الصحراوي طيب تعالوا أول حاجة نتكلم على السهول الساحلية اللي موجودة عندي في قرية اسيا بيقول لي هنا السهول الساحلية دي اللي بتطلع على البحار والمحيطات زي ما احنا شايفين كده والسهم مشاولين أول سهل ساحلي موجود ده عندي هنا في قرية اسيا السهول المطلة على سواحل المحيط الهادي مش بس المحيط الهادي كمان ده انا عندي المحيط الهندي الى جانب كمان المحيط القطب الشمالي او المحيط المتجمد الشمالي وملاقي عندي برضو البحار اللي موجودة عندي في القرى زي بحر قزوين اما عن السهول الفيضية طبعا السهول طالما قلت لك سهل فايدي انا بتكلم على سهول كوانتها الانهار فلازم اقول لك ايه هو النهار طبعا اولاد في عندي سهول اول حاجة سهول الفيضية في قرى اسيا هي سهول سيبريا وتقع في اقصى او في شمال قرى اسيا ويمتد فيها ثلاث انهار واسعة زي ما هيبالك على خريطة كده نهر قوب وينسي ولينا دي الثلاث اسهم اللي نزلوا باللون الاسود دول دول انهار اللي بتجري في شمال قرى اسيا وبتكون لي سهول فايدية اسمها سهول سيبريا ولكن في ملحوظة عايزة اقولها لك على سهول سيبريا او سهول الثلاث انهار بتعقب وينسي ولينا اني الثلاث انهار دول بتفقد يعني اهميتها الاقتصادية في فصل الشتاء يجي في الامتحان يقول لي تفقد سهول سيبريا اهميتها الاقتصادية في فصل الشتاء طبعا لو حضرتك لاحظت مع الخريطة اقتراب السهول دي وسهول سيبريا من المحيط القطبي الشمالي فبالتالي درجة الحرارة في الشتاء بتكون متجمدة فالانهار ايضا بتتجمد وبالتالي بتفقد الثلاث انهار دول اهميتها الاقتصادية في فصل الشتاء ده من نسبة لسهول اول نوع من سهول فايدية زي سهول سيبريا طبعا كل نهر لازم تعرف ايه هو المنبع وايه هو المصاب الثلاث انهار دول سواء قوب او يانسي او لينا بيصبوا في المحيط الاطلانتي زي ما واضح كده على الخريطة وتنبع من الجنوب طبعا من الجبال الموجودة في وسط كرة اسيا ولكن مصبهم في المحيط المتجمد الشمال دي كده بالنسبة للسهول الشمالية عندي برضو سهول موجودة في ناحية الشرق زي ما احنا شايفين كده قدامنا على الخريطة حلاقي عندي سهول اسمها سهول منشورية ومش بس كده كمان ده انا حلاقي عندي سهول شرق الصين وفيها عدة انهار زي نهر الصين ونهر الينجتسي اسمه نهر الينجتسي ماشي وعندي كمان سهول نهري دجلة والفراط ودولة اللي بيصبوا في المخليج العربي وزي ما احنا عارفين ان هما اتنين بيقعوا في دولة العراق الى جانب سهول نهر السند وده بيصبوا في البحر العربي في المحيط الهندي يبقى اركز في كل نهر المصاب بتاعه فين بالزبط عشان ممكن يجي سؤال في الامتحان هنروح لتدريس كارة تانية معنا النهاردة وهي تدريس كارة افريقيا وبرضه هنتكلم على جبال وهضب وسهول اول حاجة اولاد بتكلم على الجبال الموجودة في كارة افريقيا كالمعتاد لازم يكون قدامي الخريطة وركز معايا على اماكن الجبال اول حاجة اولاد عندي جبال في شمال الغرب القرى وهي جبال اطلس وهي عبارة عن سلاسل جبلية تحصر بينهما هضبة الشتوت بص واضحة جبال اطلس سلاسل جبال الاملاقة بتحصر بينهما هضبة الشتوت ده بالاضافة كمان اولاد الى جبال البحر الاحمر اللي ابتقى على ساحل البحر الاحمر في كل من مصر والسودان واريتريا كمان اولاد عندي جبل في شرق القرى اسمه جبل كينيا اللي السهم نازل عليه تريبا على خط الاستواء على طول وعندي في الجنوب اولاد جبال اسمها يبقى هنا الجبال اللي عندي في كارة افريقيا من الخريطة كده ومن الاسهم بص معايا عندي فيه الشمال الغربي جبال اطلس عندي على ساحل البحر الاحمر عندي جبال البحر الاحمر عندي في وسط شرق القرى على خط الاستواء جبال اسمها جبال كينيا وفي الجنوب في دولة جنوب أفريقيا جبال اسمها جبال دراجنز بيرج ننتقل إلى مظهر تدريسي آخر في قرة أفريقيا ألا وهو الهضاب بيقول لي هنا أن المظهر الهضب بيسود قرة أفريقيا وممكن يجي لي هنا سؤال حاوله أهو حيث تشغل الهضاب مساحات واسعة من قرة أفريقيا طيب تعالى كده نشوف أهم الهضاب اللي موجودة عندي زي ما احنا شايفين كده عندي في الشمال هلاقي عندي في شمال القرى هضبة الصحراء القبرى ودي هلاقي موجود منها هضبة الصحراء الشرقية وهضبة الصحراء الغربية ودول الموجودين عندي في مصر طيب وعندي كمان في وسط القرى بلاقي عندي هضبة البحيرات الاستوائية وعندي كمان هضبة إسيوبيا وخلي بالك أن دولة الهضاب اللي بتنبع منهما روافد نهر النيل بقى الأهمية الاقتصادية لهضبة البحيرات الاستوائية والحبشة بتنبع منهم روافد نهر النيل ولو جيد مصينا عندي هنا على جنوب القرى هلاقي هضبت جنوب أفريقيا زي ما احنا شايفنا كده قال لي ودي بيجري فيها أنهار أورنج ولنبوغ هنا تجميع الهضوب أولاد وانت بتذكر اركز ويعرف ان أفريقيا فيها أربع هضوب زي ما لمس قالت هضبت الصحراء الكبرى والموجودة قدامك على الخريطة كده اللي ما تشاور عليها بالسهم بتاع المؤشر عندك كمان هضبت أسيوبيا عندك هضبت البحيرات الاستوائية وفي الجنوب هضبت أفريقيا الجنوبية هنروح بعد كده أولاد لسؤال المتفوقين السؤال بيقول لي بما تفسر أهمية هضبتاي البحيرات الاستوائية والحبشة لمصر الميس قالت الإجابة أثناء الشرح عايزك تفكر في السؤال وتبعت لنا الإجابة هقولي السؤال مرة تانية بما تفسر أهمية هضبتاي البحيرات الاستوائية والحبشة بالنسبة لمصر بعد كده أولاد هبدأ أتكلم على السهول في قارة أفريقيا وكالمعتاد هقسم برضو السهول بس هنا بقى مش هقسمها نوعين انا هنا هقسمها في افريقيا الى سلاسة انواع اول حاجة هبدأ اتكلم على السهول الساحلية طبعا السهول الساحلية في افريقيا تمتد على سواحل البحرين المتوسط والاحمر زي ما واضح قدام حضرتك على الخريطة وكمان المحيطين الهندي وكذلك المحيط الاطلنطي او بمسمى اخر المحيط الاطلسي طيب يبقى هنا السهول الساحلية عندي اربع اماكن يقدر السهل الساحلي ان هو يبان فيها عند السهول الساحلية المطلة على البحرين المتوسط والاحمر عندي السهول الساحلية المطلة على المحيطين سواء كان الهندي او الاطلسي ولكن عندي ملاحظة مهمة جدا ان السهول الساحلية في قارة افريقيا تتميز بوجه نعام بالضيق تاني السهول الساحلية تتميز بوجه نعام بالضيق يعني ايه مستر قال لي يعني مساحتها ديقة ما هي السهول واسعة طيب ايه السبب في ده قال لي السبب في ده بسبب اقتراب حفات الجبال والهضاب من الساحل بسبب اقتراب حفات الجبال والهضاب من الساحل ولكنها تتسع عند مصابات الانهار يبقى اربع سهول ساحلية بحر متوسط بحر احمر محيط هندي ومحيط اطلسي وكلهم زي ما قلتلك بتميزوا بوجه نعام بالضيق النوع الاخر من السهول عندي هلاقي عندي السهول الفيضية وزي ما المصر قالينا من شوية دي السهول اللي كونتها رواسب الانهار ومعنى كده ان هي صالحة لقيام حرفة الزراع طب ما تيجي كده نشوف اهم السهول الفيضية اللي موجودة عندي في قارة افريقيا فعلا زي ما السهم كده على الخريطة موضح لي دي سهول حوض نهر النيل وده موجودة عندي في مصر والسودان قال لي ده بيصب في البحر المتوسط وعندي كمان سهول حوض نهر النيجر وده بيصب في خليج غينيا وعندي كمان سهول حوض الكنغو وده بيصب في المحيط الاطلنطي يبقى ركز نهر النيل بيصب في البحر المتوسط نهر النيجر في خليج غينيا حوض الكنغو او نهر الكنغو بيصب في المحيط الاطلنطي طب انا عمال اقول حوض النهر يعني ايه كلمة حوض النهر قال لي ده هي الارض التي يجري فيها النهر او احد روافده التي تنحدر مياهه اليه يعني اي ارض بيجري فيها النار انا رحقول عليها حوض النار. نروح للنوع الثالث اللي مش موجود في كل القرات ولكن موجود في قرة افريقيا الا وهو السهول الصحراوية. الا مستر هي السهولة اللي تنتشر في الصحراء الكبرى وهي سهول متسعة مثل السهل الممتد بين مصر وليبيا وهي يعرف باسم كلينشو في في ليبيا كمان اولاد عندي بحر الرمال العظيم في مصر هذا بالاضافة الى سهول صحراء كالهاري جنوب القرى يبقى انا عندي نوع الثالث من انواع السهول وهو السهول الصحراوية موجود في قرة افريقيا عندي السهول او سهل الصحراء الكبرى اللي متسع بين مصر وليبيا مسمينه في ليبيا سهل كلينشو ومسمينه في مصر ببحر الرمال العظيم كذلك او بجانب صحراء او سهول صحراء كالهاري في جنوب افريقيا ننتقل بعد كده لتدريس قرة اوروبا هنتكلم اول حاجة واول مظهر تدريسي عندي برضو هتكلم عن الجبال طبعا الجبال اللي في قرة اوروبا هي بتتميز بالارتفاع وان القبن بتاعتها بيغطيها الجليد طبعا لان احنا عارفين الظاهرة تدريسية اللي احنا اخدناها ان احنا كلما ارتفعنا 150 متر عن مستوى سطح البحر بتقل درجة الحرى درجة واحدة مقوية بيقول لي طبعا بتفصل بينهما او ديها تجري فيها عدة انهار مثل نهر الراين والذلو طب اهم السلاسل الجبالية اللي احنا شايفينها بقى قدامنا كده قال لي دي سلاسل جبال القلب طب سلاسل جبال القلب دي قال لي بتمتد في وسط اوروبا من الغرب الى الشرق يبقى سلاسل جبال القلب عندي بتمتد من اللي فين قال لي في وسط اوروبا زي ما احنا شايفين كده السامل علي الماوس تمتد في وسط اوروبا من الغرب الى الشرق بيقول لي بتأخذ عدة مسميات طبعا بتختلف بقى من دولة إلى أخرى بلاقيها في شمال أسبانيا بتعرف باسم جبال البرانس زي ما احنا شايفين السهم اللي عليه الماوز ده وجبال القلب الدينارية في شبه جزيرة البلقان يبقى كده خدت لها مسميين يبقى جبال القلب بتنقسم لقسمين جبال البرانس دي في شمال أسبانيا وجبال القلب الدينارية دي في شبه جزيرة البلقان تعالى سنة تالتة بقى نروح للمظهر التدريسي الآخر في قارة أوروبا على وهو الهضاب الهضاب أولاد في قارة أوروبا برضو تمتد في وسط أوروبا من الشرق إلى الغرب تمتد من الشرق إلى الغرب طيب وكما تقطعها بعض الأودية النهرية تب ديني أمثلة مستر على الهضاب اللي موجودة في قارة أوروبا أول حاجة زي السهم كده منازل عندي هضبة اسمها هضبة الميزيتا التي تشغل معظم دولة أسبانيا اللي عليها السهم دي اللي السهم نازل عليها قال لمستر دي هضبة الميزيتا اللي بتشغل معظم مساحة أسبانيا هذا بالإضافة أو بجوار هضبة فرنسا الوسطى التي تقطعها أنهار مهمة مثل نهر إسين يبقى كل أوروبا عندي فيها بس أو اللي عايز أعرف فيها بس من الهضاب أتنين هضبة الميزيتا اللي موجودة في دولة أسبانيا وكذلك هضبة فرنسا الوسطى اللي بيجري فيها أنهار مهمة أهمهم نهر إسين ننتقل بعد كده للمظهر التضاريس التالت في قارة أوروبا ألا وهو السهول برضو زي ما احنا عارفين تقسيمة السهولة عندنا عندي سهول ساحلية وسهول فايدية هنتكلم دلوقتي على السهول الساحلية ودي حلاقيها السهول اللي تمتد زي ما احنا شايفين قدامنا كده والساهمة على الخريطة السهول الممتدة على سواحل المحيط الأطلنطي إلى جانب أيضا السهول المطلة على البحر البلطي وكذلك أيضا بحر الشمال وده في الغرب والشمال الغربي انا عندي ثلاث سهول ساحلية موجودة فين محيط أطلنطي بحر بلطي بحر شمال وعندي كمان البحر المتوسط ده حلاقيه موجودة عندي في الجنوب طيب بيقولي بقى السهول دي احنا اخدناها بقى في درس الموقع الفلكة الجغرافي بتاع الدول او القارات بتاعتي عرفنا ان السهول دي بتتميز بالاتساع والتعرج يعني سهول قارة أوروبا بتتميز بالاتساع والتعرج ده ادى الى انشاء الموانئ الطبيعية به تعال اولاد نروح للنوع التاني من السهول في قارة أوروبا وهو السهول الفيضية هو سهل واحد بس سهل قيم بالواجب زي ما بيقوله كده السهل الموجودة اولاد هو السهل الأوروبي العظيم حضرتك لما هقولك امتداده هتعرف ان هو كفية قوي عليهم سهل واحد كمان على مساحة قارة أوروبا قال له مستر السهل الأوروبي العظيم يمتد من المحيط الأطلنطي غربا بس المساحة من المحيط الأطلنطي غربا حتى جبال الأورال شرقا بس ادي جبال الأورال ده في الشرق وادي المحيط الأطلنطي في الغرب كل اللي باشي عليه أنا بالسهم ده ده اسمه السهل الأوروبي العظيم طبعا لازم يكون اسمه العظيم نظرا لامتداده واتساعه في معظم دول قارة أوروبا مش بس كده ده بيقوله مستر يوجد به المدن الأوروبية الرئيسية مثل باريس وبرلين طبعا عارفيني ان باريس عاصمة فرنسا وبرلين هي عاصمة ألمانيا يبقى السهل الأوروبي العظيم ده امتد غربا من المحيط الأطلنطي حتى جبال الأورال شرقا يتمر به أو توجد به المدن بعض المدن الرئيسية الأوروبية مثل باريس وبرلين بيقوله مستر ان معظمه معظم السهل الأوروبي العظيم ده بيتكون من رواسط طيونية تمثل تربة جيدة صالحة للزراعة كونتها الأنهار يعني عايز يوصلي ان السهل الأوروبي تربته خصبة جدا صالحة لازرع المشكلة بقى في النهر الأوروبي العظيم أولاد الأنهار ركز كده معي عشان تعرف ايه هي الأنهار اللي موجودة أو أهم الأنهار الموجودة في السهل الأوروبي العظيم أنا عايزك تعرف بس أسماء تلت أنهار النهر الأولاني هو نهر الفلجة ونهر الفلجة أولاد بيصب في بحر قزوين نهر الفلجة بيصب في بحر قزوين النهر الثاني هو نهر الراين الذي يصب في بحر الشمال خلي بالك يبقى السهم اللي نزل ده رقم اتنين ده اللي هو اللي عليه المؤشر بتاع الماوس ده نهر الفلجة اللي بيصب في بحر قزوين تمام كده؟ كمان أولاد عندي من دمن الأنهار عندي نهر الدنوب الذي يصب في البحر الأسود زي كده السهم ما نزل يبقى أنا عندي تلت أنهار بيموجودين في السهل الأوروبي العظيم عندي نهر الفلجة اللي يعتبر أطول أنهار أوروبا والذي يصب في بحر قزوين عندي نهر الراين الذي يصب في بحر الشمال وكذلك عندي نهر الدنوب الذي يصب في البحر الأسود زي ما كده ما المؤشر بيعلم عليه ننتقل بعد كده لتدريس قرات العالم الجديد ألا وهي تدريس قرات أمريكا الشمالي زي ما احنا متعودين بناخد برضه أول مظهر تدريسي عندنا هو الجبال بلاقي إن الجبال منتشرة في القرى بلاقي عندي هنا الجبال موجودة عندي أو الجبال اللي موجودة في أمريكا الشمالية في شرق القرى هلاقي سلاسل جبال الأبلاش زي ما احنا شايفينها كده قدامنا والسهم على الخريطة موضحة طيب والجبال الأخرى اللي موجودة عندي بلاية موجودة في غرب القرى زي ما احنا برضه شايفين السهم كده دي اسمها سلاسل جبال روكي ودي أعلى جبال أمريكا الشمالية أركز قوي هنا اعلى جبال امريكا الشمالية دي سلاسل جبال روكي ويغطي قمامها الجليد وزارك في فصل الشتاء اما عن الهضاب في قارة امريكا الشمالية هم هضبتين بس عايزك تعرفهم قال لي ميستر هضبت المكسيك وهضبت لابرادور طبعا المكسيك اللي هي اللي بحشاور عليها دلوقتي بسه هي دي هضبت المكسيك وفي الشمال الشرقي واضح اسمها هو دي هضبت لابرادور اللي هي موجودة في شمال الشرق امريكا الشمالية دول اهم هضبتين موجودين في قارة امريكا الشمالية المكسيك في الجنوب والابرادور في الشمال برضو هتكلم عندي دلوقتي على السهول الساحلية او السهول اللي موجودة عندي في قارة امريكا الشمالية حلائي عندي هي السهول اول سهول هتكلم عليه هي السهول الساحلية وزي ما احنا شايفين كده اول نوع عندي من السهول حلائي السهول المطلة على سواحل المحيط الاطلنطي ودي موجودة عندي في الشرق وعندي كمان سهول خليج المكسيك ودي موجودة عندي في الجنوب الشرقي أما بالنسبة إلى شمال القرى أو شمال شرق القرى هلاقي عندي سهول موجودة في خليج هيدسون والسهول الموجودة في الغرب هي سهول المحيط الهادي وهي سهول ضيقة وأول ما تشوف كلمة سهول ضيقة هتقول بسبب اقتراب الجبال من السواحل أما عن السهول الفايدية في قارة أمريكا الشمالية فبيقولي مستر تتعدد خصائصها أولا هقولك بس مجموعة من الخصائص اللي بتتميز بيها السهول الفايدية في قارة أمريكا الشمالية قال لي أولا تمتد من المحيط الكطبي الشمالي حتى إلى أو حتى خليج المكسيك جنوبا بص معايا على كده على الخريطة قادي المحيط الكطبي الشمالي حتى خليج المكسيك جنوبا كل المسافة اللي اللي ماشي عليها بالسهم دي دي بنسميها السهول الوسطى في أمريكا الشمالية مش بس كده قال لي مستر يغطي الجليد أطرافها الشمالية عشان الرابط من الكتب الشمالي والمحيط الكتب الشمالي فأكيد أطرافها الشمالية هكون متجمدة برضو الميزة الثالثة اللي يوجد بها البحيرات العظمى في كندا والولايات المتحدة الأمريكية دول بتكلم على السهول الفايدية في كارة أمريكا الشمالية يبقى بيميزهم ثلاث حاجات أول حاجة أن تنتد من المحيط الكتب الشمالي حتى خليج المكسيك جنوبا تتسع بوسط أمريكا الشمالية إلى الشرق من جبار روكي ويغطي الجليد أطرافها الشمالية ويوجد بها البحيرات العظمى في كندا والولايات المتحدة الأمريكية بلاء هنا برضو أن في عندي مجموعة من الأنهار موجودة عندي في السهول الفايدية وأول سهول عندي اللي هي سهول نهر نيلسون وده بيصب في خليج هيدسون نيلسون هيدسون خل بالك يبقى نهر نيلسون بيصب في خليج هيدسون وعندي كمان السهول الأخرى اللي هي سهول سانت لورنس ودي بتصب في خليج سانت لورنس ودول موجودين في شمال شرق القرى السهول الثالثة زي ما احنا شايفين كده قدامنا على الخريطة سهول نهر الميسيسيبي ودي بتصب عندي في خليج المكسيك اللي السهول دي بتمتد في جنوب القرى حيص الأراضي الزراعية هنروح لقرى جديدة وهي تدريس قرية أمريكا الجنوبية وكالمعطية ده هنبدأ بالجبال ثم الهداب أول حاجة أولاد لو هنبص على قرى أمريكا الجنوبية هي سلاسل جبال واحدة وهي جبال الانديز اللي السهم مشاور عليها وهي عبارة عن سلاسل جبال مرتفعة في غرب القرى كرب سواحل المحيط الهادي زي ما السهم كده مشاور عليها دي جبال الانديز عندي كمان بقى بالنسبة للمظهر التدريس الآخر اللي هو الهداب اللي بتقصر الهداب في شرق جبال الانديز طب ما تيجي كده نشوف ايه الهداب اللي موجودة عندي زي ما احنا شايفين في الشمال هضبت جيانا دي في شمال القرى في الوسط زي ما احنا شايفين برضو السهم كده هضبت البرازيل وفي الجنوب هضب اسمها هضبت باتاجونيا خلي بالك هضبت البرازيل دي أكبر هداب القرى وأكثرها ارتفاعا أما باتاجونيا هي أصغر هضب القرى يبقى البرازيل أكبر باتاجونيا أصغر نروح بقى للسهول الساحلية والفايدية الموجودة في كارة أمريكا الجنوبية نتكلم على السهول الساحلية اللي تمتد على ساحل المحيط الهادي زي ما الساهم موضح لك كده في غرب أمريكا الجنوبية وهي سهول تتميز بالضيق خلاص عرفنا تلما سهول ساحلية تتميز بالضيق هيقول لي بسبب اقتراب بس هنا هحتاج منك اسم الجبل اللي موجود في كارة أمريكا الجنوبية ده جبال الانديز لسه واخدينها هقول له السهول دي ضيقة بسبب اقتراب جبال الانديز من ساحل المحيط الهادي النهوة الآخر عندي بقى من السهول حلاقي عندي اللي هي السهول الفايدية واللي هي عبارة عن سهول نهر الأورينكو وده اللي موجودة عندي في الشمال وده بيصب في البحر الكريبي أو في المحيط الأطلنطي يبقى هنا سهول نهر الأورينكو بيصب في البحر الكريبي أو المحيط الأطلنطي طيب السهول الأخرى عندي هي سهول حوض نهر الأمازون دي أوسعة سهول فايدية في العالم زي ما احنا شايفين كده قدامنا على الخريطة بالمؤشر بتاع الماوس بيقول لي بقى بيجري فيها نهر الأمازون بروفظه العديدة ويصب في المحيط الأطلنطي يبقى نهر الأمازون برضو بيصب في المحيط الأطلنطي طيب عندي كمان السهول الفايدية الأخرى هي سهول لابلاتة أو سهول البنباس ودي بتمتد من الشمال إلى الجنوب يبقى سهول البنباس أو لابلاتة دي بتمتد من اللي فين من الشمال إلى الجنوب اللي بتجري فيها بقى عدة أنهار زي برانا وبراجوي ولابلاتة وكلاهما يصب في المحيط الأطلنت يبقى تقريبا كل الأنهار اللي موجودة في القرى دي بتصب في المحيط الأطلنت هنروح لآخر قرى معانا أولاد وهي كارت استراليا وبردو كالمعتاد هنبدأ بالجبال قال لي أول حاجة أولاد بالنسبة للجبال عندي جبال واحدة هي جبال الحاجز الكبير اللي السامن نشاور عليها كده وديل تنت plastic على طول السحل الشرقي لكارت استراليا في شكل كوس وتنقسم إلى مجموعاتين المجموعات دول عبارة عن الحاجز الكبير في الجنوب والحاجز الكبير في الشمال الشرقي يبقى تاني هي جبال واحدة في كارت استراليا هي جبال الحاجز الكبير ممتدة على الساحل الشرق القارة أستراليا وتنقسم المجبوعتين جبال الساحل الحاجز الكبير في الجنوب وجبال الحاجز الكبير في الشمال الشرقي زي ما احنا اتكلمنا على جبال واحدة بس موجودة عندي في قارة أستراليا هتكلم برضو على هضبة واحدة موجودة في قارة أستراليا اللي هي الهضبة الغربية قال الهضبة الغربية دي تقريبا زي ما احنا شايفين كده السهم رايح عليها على الخريطة هي تقريبا بتشغل نصف مساحة القارة بيتميز معظم سطحها بالإستواء بيقولي تدريس قارة أستراليا بتشبه تدريس قارة أفريقيا إزاي اللي بيسودها المظهر الهضبي يعني تتكون معظمها من هضوب بعد كده أولاد هنبدأ نتكلم على السهول الساحلية في قارة أستراليا السهول الساحلية أكيد أنت هتاخد بالك أن هي تتسع في الشمال والغرب والجنوب بينما تضيق في الشرط طبعا هي السهول الساحلية هي أي سهل بيمتد على بحر أو محيط وزي ما أنا قلت لك في الدرس الأولاني أن قارة أستراليا تقريبا بيحد بيها الماء أو البحار والمحيطات من جميع الجهاد فبالتالي تعتبر فيها سهول ساحلية كتير السهول ديت طبعا على المحيط الهندي على المحيط المحيط الهادي دي كلها هتلاقيها سهول متسعة بس منين بتتسع في الشمال والجنوب والغرب أما في الشرق هتلاقي السهول دي ضيقة أنت اللي هتقول ليه اللي ييجي في المتحان يقولك بما تفسر تضيق السهول الشرقية لقارة أستراليا طبعا هتقوله بسبب اقتراب حفات جبال الحاجز الكبير من المحيط الهادي ده بالنسبة للسهول الساحلية أما عندي هنا السهول الفيضية حلاقيها بقى أن هي سهول متسعة بيجري فيها نهرة ميري ودارلينج يبقى فيها نهرين ميري ودارلينج ودول بيصبوا في الخليج الأسترالي الكبير يبقى نهرة ميري ودارلينج زي ما احنا شايفين كده على الخريطة بيصبوا في الخليج الأسترالي الكبير وده عبارة عن سهول زراعية وتوجد بها الكثير من المدن المهمة أما عن السهول الصحراوية في قارة أستراليا يعني أستراليا فيها سهول صحراوية بالزبط زي قارة أفريقيا قال لي السهول الصحراوية في قارة أفريقيا توجد فيه الداخل مكان ما أنا كده بص زي ما كانا ببعلم بالماوس فيه الداخل وغرب القارة وهي عبارة عن صحاري رملية تقل بها موارد المية يبقى هنا هديك بس قبل ما اختم الدرس هديك ملوحظة مهمة انا قلت في استراليا ان الهضبة الغربية بتشغل اكثر من نصف مساحة كارة استراليا وانا قلتلك معلوء يعني مع كده ان المظهر الهضب بيصود الكارة اكيد يعني ولما اتكلمنا عن كارة افريقيا ولاد قلتلك برضو ان افريقيا بتتميز بي ان المظهر الهضب هو اللي بيصود طيب ده اخد منه ايه ده اللحظ منه ان تدريس كارة استراليا تتشابه مع تدريس كارة افريقيا حيث كلاهما يسودهما المظهر الهضب الى جانب كمان وجود السهول الصحراوية في كلا القارتين سواء كارة افريقيا او كارة استراليا نتمنى ان انتوا تكونوا استفادتم من الدرس ونشوفكم في دروس تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة